ساعات قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو المثير بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة هذا اللقاء الذي يجزد أنظار العالم بأكمله وينتظره بفارغ الصبر والشاق الكرة المستديرة وسيشاركني في هذه الفقرة زميلي أحمد يسبك أهلاً فيك عطان أحمد كيف الحال؟ الحمد لله بخير مشجامين؟ أكيد برشلونة طيب خليل نتحدث بداية على موضوع التأجيل هذه المباراة أجلت أكثر من أسبوع صحيح لماذا؟ على ماذا؟ طبعاً مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة ومريا مدريد هي مواجهة مؤجلة من الجولة العاشرة نحن وصلنا حالياً في الدولة الإسبانية إلى الجولة السالسة عشر فعملياً تأجلت تقريباً شهر ونصف أو أكثر تقريباً كان في أحداث سياسية تعصف بأقليم كتالونيا ببرشلونة مثل ما هو معروف كان تظاهرات كان في منظمة جديدة أو حركة جديدة تبدع بأنها اسمها السونامي الديموقراطية كان هناك تهديدات لإيقاف الكلاسيكو لمنع الوصول اللاعبين إلى الكلاسيكو كان هناك الكثير من المحاولات فكان الكلاسيكو في موعده السابق كان مهدد أمنياً حتى كان في توترات سياسية بين حكومة الإقليم وبين الحكومة المركزية في مدريد حتى اليوم كان ستؤجن تماماً حتى اليوم كان تهديدات لكن اتخذوا إجراءات احترازية لأنه أصبح تأجيل الكلاسيكو أكثر من ذلك أمر غير وارد لأن مرحلة الذهاب على مشارف النهاية في نهاية هذا العام تنتهي مرحلة الذهاب لتبدأ مرحلة الإياب في أول السنة القادمة فكان موضوع التأجيل أمر غير وارد اتخذت الإجراءات أمنية كبيرة على هذا الموضوع مثلاً أقام الفريقان بفندق قريب من الملعب مسافة 800 متر بالعادة الفريق المضيف برشلونة يأتي اللاعبون بالسيارات يأتون إلى الملعب فكان هناك خشية من قطع بعض الطرقات لمنع الوصول لللاعبين لممكن مشاكل أمنية حول ملعب تحول دون وصول اللاعبين لكن تم اتخاذ هذه الإجراءات وهناك إجراءات أيضاً أمنية حول الملعب وحتى ضمن الملعب لأن المنظمة تسيونمو الديمقراطية طلبت من الجمهور نفخ بوالين أو كرات هوائية صغيرة ورميها على الملعب وأيضاً هناك أيضاً خشية من اقتحام الملعب فهناك أيضاً إجراءات أمنية داخل الملعب أيضاً اليوم إذن نتمنى أن تكون الأمور هادئة في هذه المباراة طيب نتحدث عن الأمور الفنية هل بعنا في وضعية كل الفريقين من ناحية الدوري من ناحية الأرقام صحيح طبعاً بعيداً عن الجدول الدوري بعيداً عن مستوى الفريقين مواجهة الكلاسيكو دائماً تحمل طابع خاص ممكن نرى ريال مدريد أو برشونا في أسوأ حالاته لكن في مواجهة الكلاسيكو ترى أن الموطيات مختلفة تماماً برشونا حالياً هو في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد يتشاركان أو يتقاسمان الصدارة حالياً برصيد 35 نقطة لكل فريق برشونا متصدر بفارق هدفين عن ريال مدريد الفائز اليوم سينفرد بالصدارة أيضاً موضوع فنياً الفريق جاهز الفريقان جاهزان ليس هناك أي غيابات عن الفريقين أيضاً ميسي هناك كانت تصريحات أشاد فيها بزيدان وعمل زيدان مدرب الفريق المنافسة ريال مدريد أشاد أيضاً بهزر تبقى هذه التصريحات هي ما يسمى المجاملة قبل المواجهة المرتقبة اليوم وقد تكون وضيئة الريال الآن بعد عودة مدربه زيدان تماماً عودة زيدان كانت البداية في موسم الدوري كانت شوي فيها تخبطات كانت فيها بعض النتائج السلبية لكن يعني فينا نقول من شهر تقريباً ريال مدريد يقدم مستويات جيدة يزاحم برشلونة على الصدارة يحقق متائج جيدة في دوري الأبطال عنده مواجهة كبيرة طبعاً مع مانشستر سيدي في دوري الأبطال فزيدان يعني فينا نقول على الطريق الصحيح حالياً مع ريال مدريد بالمقابل مدرب برشلونة برشلونة يعني المنقذ دائماً ميسي هناك دائماً انتقادات كبيرة لفالفيردي مدرب برشلونة لكن المنقذ ميسي هو من يسكت المنتقدين من يسكت الجمهور من يسكت حتى الأصوات داخل الإدارة أو حتى داخل اللاعبين داخل الفريق هو من يسكت هذه بمستوى المعهود بمستوى الجيد يعول الفريق الكتالوني على ميسي أكيد لكن هذه المبوريات تحتاج إلى جهد جماعي قد لا يظهر ميسي قد يكون مراقب قد يكون ليس بحرية يلعب بحرية فاليوم برشلونة يحتاج إلى جهد كل الفريق وليس التعويل على نجومية ميسي لأن زيدان هذا ما يفعله في ريال مدريد الفلعب الجماعي بس ممكن نعتبر ميسي الورقة الرابحة تماماً هو الورقة الرابحة حتى ميسي كان تصريح البارحة بأن هازارد أتى ليعود رونالدو لكنه لن يستطيع تعويض رونالدو هذا التصريح له مدلولات أخرى ميسي هو الورقة الرابحة في ريال مدريد حالياً ريال مدريد لا يملك هذه الورقة يملك فريق جماعي لكن لا يملك البطل طب لو تحدثنا عن تاريخ المواجهات بين الفريقين الفريقين في الدوري يشتركان حالياً هم متعدلان بالمواجهات 72 فوز لكل فريق 35 أعتقد تعادل بين الفريقين الفوز اليوم سيعني أن أحدهما سيتفوق على الآخر في مواجهة الدوري فيما بينهما طيب من تعتقد الأوفر حظم في هذه المباراة اليوم؟ الأوفر حظم يعني العامل الأرض والجمهور سيلعب دور مع برشلونة لكن أعتقد بأن ريال مدريد يعني سيلعب بتحفظ سيعتمد على المرتدات سيعتمد على موضوع الوقت يعني في المطالة الوقت سيكون الأجواء ستتوتر أكثر على برشلونة بما أنه هو المطالب أكثر بالفوز بما أنه هو صاحب الأرض والجمهور لكن أعتقد أن الأمور ستذهب باتجاه برشلونة باتجاه برشلونة؟ طيب النتيجة؟ 2-1 هل ممكن تتوقع النتيجة يا أحمد؟ 2-1 2-1 لبرشلونة طيب؟ توقعاتك؟ أنا توقعاتي أنا بشجع برشلونة لكن بصراحة لا عندي أي توقع لمن سيكون هو الفائز صراحة عموما ساعتين ونص تقريبا حنعرف اليوم من الفائز أو حتبدأ المباراة حنعرف بعدها من الفائز وأكيد نحن نغطي هذا الموضوع على موقعنا الإلكتروني سيكون هناك أبديت سيكون هناك وضعية المباراة أول بأول أحداث أيضا يمكنكم أيضا مشاركة خلال قبل ساعتين من هذه المباراة باستفتاء موجودة على صفحتنا في فيسبوك وتويتر من سيكون الرابح في هذه المباراة الكلاسيكو اليوم بتشكرك زميلي أحمد على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا إليك أهلا